السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبناء الطيبين كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا أحبائي درسنا اليوم عن سورة جميلة من سور القرآن الكريم وهي سورة قريش فهيا بنا نبدأ سويا أحباب الصالحين هيا بنا لنقرأ سويا الآن سورة قريش ونتعلم معنى كل آية من آياتها والتي قال الله تعالى فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم أحسنتم يا طلاب الصالحين هيا بنا لنذهب لفاصل قصير ثم نعود لنتعلم معنى كل آية من آيات سورة قريش أهلا بعودتكم يا طلاب المتفوقين هيا بنا يا أحبابي نتعلم معنى كل آية من آيات سورة قريش ونبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وتلك الآيات الكريمات هي خطاب لزعماء قبيلة قريش وهي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أنعم الله عليهم بمهنة التجارة التي كانت سبب غناهم فقد أكرمهم الله تعالى برحلتين إحداهما إلى الشام في الصيف والثانية إلى اليمن في الشتاء وفي الرحلتين كانوا يتاجرون ويربحون أموالا تساعدهم على الحياة والمعيشة رائع يا صغار الكرام أنتم مجتهدون هيا بنا لنذهب لفاصل قصير ثم سنعود لنكمل معاني آيات سورة قريش أهلا بعودتكم يا طلاب المتفوقين هيا بنا يا أحبابي نستكمل تعلم معنا كل آية من آيات سورة قريش أما قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فمعناه أن الله تعالى يأمرهم بعبادته فهو رب الكعبة الرزاق الذي يرزقهم في رحلتي الشتاء والصيف وهو الله وحده الذي يطعمهم وقت الجوع ويؤمنهم وقت الخوف فالحمد لله رب العالمين رائع يا صغاري أنتم متفوقون أحسنتم والآن مما شرحناه سويا يا صغاري من يستطيع أن يخبرني عن معنى الكلمات التالية لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف رب هذا البيت أحسنتم يا طلاب الصالحين لإيلاف قريش أي ما اعتادت عليه قريش من رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف رحلات تجارة قريش في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى بلاد الشام رب هذا البيت أي الله تعالى رائع رائع يا أحباب المنصطين الصالحين أنا أحبكم كثيرا رائع رائع يا أبناء الطيبين من منكم يستطيع أن يخبرني الآن بما تعلمنا من درسنا اليوم أحسنتم يا طلاب الأذكياء المتفوقين تعلمنا اليوم أن قريشا وهي قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله كانوا يخرجون رحلتين للتجارة في السنة وتعلمنا أيضا أن رحلتي قريش كانتا إلى اليمن في الشتاء وبلاد الشام في الصيف وتعلمنا أيضا أن الله تعالى رب الكعبة يأمر قريشا فهو وحده الذي يطعمهم وقت الجوع ويؤمنهم وقت الخوف فالحمد لله رب العالمين إلى هنا يا صغاري يكون قد انتهى درسنا ألقاكم على خير في درس آخر إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة